قال رئيس المجلس رئاسي ليبي محمد لمنيفي أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحجد الدعم لاستقرار البلاد محذرا من أنها تواجه تحديات حقيقية يمكن أن تقود الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل لمنيفي قال في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك أن ليبيا تواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة وأنه يجب التفكير في خيارات أكثر وقعية وعملية تجنب البلاد مخاطر الانسداد في العملية السياسية وتقويد الانتخابات وبالتالي العودة إلى المربع الأول دوليا كشف وزير الخارجية الفرنسي لويف جويف لودريان أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر المقبل لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات داخليا طالب المجلس الرئاسي البرلمان بتحمل مسؤولياته الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية في موعدها فيما دع المجلس الرئاسي الحكومة إلى الاستمرار في عملها ودعم العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها في المقابل دع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة دعا أنصاره للتظاهر أو دعا إلى التظاهر بميدان الشهداء في ترابلوس اليوم وكل مدن نيبيا احتجاجا على قرار مجلس النواب سحب ثقة من حكومته متمسكا ببقائها حتى موعد الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل ينظر إلى الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد لكن النقاشات وتجاذبات بشأن الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر